في البداية طبعا لو نوضح لسيادة المشاهدين ونعرفهم تفاصيل أكتر عن الدافع الرئيسي وراء إنشاء دار الكتب المصري الحقيقة في كل دولة من دول العالم اللي ليها تاريخ وتمتلك ثقافة بيكون هناك كيان يسمى المكتبة الوطنية المكتبة الوطنية عادة في كل دول العالم بيكون لها هدف محوري أساس يتمثل فيه جمع الإنتاج الفكري الوطني وصيانته وإجراء العمليات الفنية عليه وتيسير صبر الإفادة منه لضمان وصوله للأجيال المتعاقبة في مصر الحقيقة وقبل عام 1870 كانت هناك مجموعة من الظواهر السلبية أبرز الظواهر دي فكرة الإتجار بالكتب والإتجار بالكتب ده ترتب عليه خروج العديد من الكتب النفيسة والمخطوطات من مصر خارج البلاد لأنه كانت الفترة دي مفيش قوانين أو تشريعات تحكم حماية الممتلكات الثقافية للدولة ده كان جانب الجانب الآخر أنه كانت الكتب والمخطوطات النفيسة مشتتة في أركان الجمهورية ما بين المساجد والأضرحة والمكتبات الفرعية ومعاهد العلم والتكاية من هنا بقى جات الفكرة أن أحد المستنيرين المصريين المثقفين الوعيين وهو علي باشا مبارك زي ما حدقته فضلت كان قضى فترة من عمره في فرنسا في بعثة علمية لدراسة العلوم العسكرية وهناك تأثر بالثقافة الفرنسية وكان هو الحقيقة مثقف وواعي جدا واحتكب المكتبة الوطنية الفرنسية ووضع في قلبه أن حينما يعود إلى أرض الوطن يحاول أنه يعرض الفكرة دي على المعنيين في الحكم بمصر لإنشاء مكتبة وطنية على غرار المكتبة الفرنسية وبالفعل عاد إلى مصر وطرح الفكرة على الخديوي إسماعيل وكانت الاستجابة فورية وصدر الفرامان 66 بتاريخ 23 مارس 1870 لتأسيس الكتب خانة الخديوية لجمع شتات الكتب والمخطوطات من مختلف الأماكن للحفاظ عليها عظيم جدا إذن إحنا عملنا الكتب والمخطوطات والوسائق معاملة الأثار بالزبط ودي حاجة جميلة جدا ويتم الحفاظ عليها للأجيال القادمة كمان ده الهدف الأساس من أي مكتبة وطنية الحية طيب هل كل أنواع الكتب كل الوسائق كل المخطوطات موجودة في دار الكتب؟ بالزبط دار الكتب بتشتمل على مجموعة مختلفة من مصادر المعلومات أبرزها المخطوطات، أوائل المطبوعات، الكتب، الدوريات، مصادر المعلومات الإلكترونية زي سي دي، أشرة تلكست، ألبومات الصور، الطوابع وغيرها من مصادر المعلومات وعايزة أقول لحضرتك أن دار الكتب مش مجرد أول مكتبة وطنية في العالم العربي والشرق الأوسط وإنما هي أكبر مكتبة وطنية أيضا في المنطقة هذا الكتب تمتلك ما يعادل 2 مليون عنوان كتاب بما يعادل 10 مليون مجلد بخلاف المخطوطات، أكبر مجموعة مخطوطات عندنا حوالي 55 ألف مخطوط بخلاف الدوريات ما يقترب من 400 ألف مجلد دورية يعود بعضها لعام 1800 بخلاف البرديات والمسكوكات اللي من ضمنها دينار المشهور لعبد الملك بن مروان اللي يرجع تاريخه لسنة 70 هجرية